تتعرض مساحة غابية معتبرة في سكيدا إلى اعتداءات مختلفة أمر يجعل حماية العقار الغابي أولوية بالنظر إلى أهميته من خلال إنهاء عملية إحصائه لأن الغرض من المسح هو تطهير الوعاء العقاري ونجعله واقفة على أرض صحيحة أرض ثابتة ومستقرة لأن المشارع الجزائري الآن راه يعتمد نظام الشهر العيني وبتعدنا عن نظام الشهر الشخصي ورح نتخلص منه تدريجيا وكلما استمرت عملية المسح كلما تكون العقار يكون محمي أكثر وتكون عنده بطاقة عقارية ثابتة في المحافظة العقارية تأخر عملية المسح أخرت أيضا الكثير من عملية تحصيل الغربات الناجمة عن الأحكام القضائية ضد المعتدين على العقار الغابي هو تطير هذا الإشكال وكل طرف يقول محافظة الغابات تقول باللي أملاك الدولة يتحصل المبالغ المالية وأملاك الدولة تقول باللي محافظة الغابات هاللي يتحصل المبالغ هذا هو الإشكال يطرعه ولكن حسب معرفتي أن غالبية الحكام في الشق المدني التعويضات لا تحصل فإن كل ضرر تم التعويض عنه أو جبره وكان متعلقا بما تعلق بتسيير إدارة الغابات للطروة الغابية فإن إدارة الغابات هي المعنية بتنفيذه والتحصيل هذه الغرامات ويبقى ما تعلق بحق الملكية فإنه مدية من هذه الدولة ومع ذلك قدمنا حلا بسيطا أن إدارة الغابات يمكنها أن تقدم طلبا بالحصول على التعويض ولكن أن يدفع في صالح الخزينة العومية تجنبا لجميع الإشكالات أجمع المختصون على أن الإسرع في عملية المسح تعد السبيل الوحيد لحماية الأملاك الغابية من تلاعبات الأفراد واعتداءتهم المستمرة عليها